أما أنتم أيها المرشحون فإنكم اليوم أمام منافسة ينبغي أن تكون شريفة ونظيفة وعادلة منافسة في الحق لخدمة أهلكم وشعبكم فلا تشوبوها بالصراع والتسقيط بعيدا عن تنافس الفرسان الأقوياء وممارسة هذا النهج يدل على الضعف وعدم الثقة بالجمهور إضافة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الانتخابية وعدم السعي إلى محاولة التزوير في أي حال من الأحوال حتى وإن تسنى ذلك وقبل ذلك وبعده الإخلاص والصدق في الوعود التي يقطعها المرشح لناخبيه وأن يضع ذلك نصب عينيه وأن يتذكر أن الجماهير ستحاسبه بعد ذلك على ما وعد ودعوتنا إلى وسائل الإعلام كافة أن تمارس مهمتها بمهنية عالية وأن تبتعد عن التصدي غير المهني وأن تبقى في إطار حياديتها لتكسب ثقة الجمهور وتمارس سلطتها الرابعة بكفاءة وتميز وتكون في موقع الرقيب وأن تقف إلى جانب شعبها ووطنها في دعم الممارسة الانتخابية وتترك الخيار للشعب العراقي فهو قادر على تحديد خياراته بنفسه فهو قادر على تحديد خياراته بنفسه